أنت لما تكون في وضع إقليمي يعني خصنا الله سبحانه وتعالى بأن قيض لنا الشيخ صباح قاعد يحاول دائما يرأى بالصدع لو تلاحظ لأول مرة بالتاريخ جميع أطراف النزاع في قضية معينة يمتدحونك يعني إحنا اليوم قطر تمدحنا الإمارات تمدحنا البحرين تمدحنا السعودية تمدحنا وهذه ترى صعبة ما أظن يقدر يسويها إلا بشخصية الشيخ صباح والتوازن الإقليمي يكاد يكون مستحيل لكن الحمد لله ما شين فيه لما تأتي بشخصية مع مطلق احترام الله والإسرتها الكريمة أنا أتكلم عن تصريحاتها اللي ضربت فيها البحرين وضربت فيها درع الجزيرة وضربت فيها السعودية أنت شو ما تقصد؟ شريتها بيتوصل لها؟ طيب الشيعة الكفاءات في الكويت كثير وما هم منتمين لأحد يعني ليش تضطر الناس هو يقول كانوا منتمين للكويت ما أنا منتمي لا هالجماعة ولا هالحزب ولا هالخارجي أنا كويتي وفي منهم كفاءات كثيرة يعني ليش إلا تاخذ من هالنوعية هذه وهذا هني التحفظ